السلام عليكم أصدقائي طلاب الصف الأول المتوسط بهذا الفيديو راح نقرأ ونترجم صفحة 22 بكتاب الطالب يونت الثانية درس السابع باب سلين باب سلين أي كلمة أقولها عيدها وراي أي كلمة أقولها عيدها حتى مرة ثانية من تريد تقراها ما تواجه بيها صعوبة باب سلين الزلاجة الجماعية the fastest the fastest winter sport أسرع رياضة شتائية خلي نجي نحل هذا السؤال حتى نقرب راحتنا at wet speed did جاي تعدون وراي مو did the fastest bobsleigh travel بأي سرعة أسرع زلاجة جماعية انطلقت يعني بأي سرعة أسرع زلاجة جماعية مشت أوكي الجواب مالتك هذا يا الجواب مالتك اكتب هاي at بس هاي اكتبها at واكتب هاي 201 كيلومتر بالساعة 201 kilometers an hour اكتب at هاي at اكتبها واكتب 201 كيلومتر بالساعة تمام هذا جوابك يلا خلنا نجي نقرأ براحتنا listen read and answer the question استمع اقرأ وجواب السؤال جوابنا ورحنا نجي نقرأ you know what it's like to travel fast انت تعلم انت تعلم كيف هو التنقل التنقل أو السفر بسرعة in a car or on a train في سيارة أو على قطار and you know how it feels وانت تعلم كيف تشعر to run down a hill يعني وانت تعلم كيف تشعر بتجري اسفل تل يعني من انت على تلة وتركض هيج لجوة تعرف اشجون تحس تعرف اشجون تشعر اذا هم سويها قبل بساعة it's very difficult هي صعبة جدا to stay in control هي صعبة جدا بالبقاء في السيطرة يعني تبقى مسيطر صعبة عليك تبقى مسيطر you think you might fall أنت تعتقد من الممكن أن تقع يعني احتمال توقعت at any moment في أي لحظة يعني بأي لحظة من الممكن أنت توقع تسقط تقع كيف تشعر about the idea حول الفكرة حول فكرة السباق أسفل الجبل in a bobsleigh في الزلاجة الجماعية bobsleigh is a very exciting هي حماسية جدا and dangerous و خطيرة إذا أجاب سؤال قل لك bobsleigh خطيرة لو لا قل لك أي خطيرة لأنها مكتوبة dangerous أوكي يعني خطيرة winter sport رياضة شتائية in teams of four في فرق من أربعة two ثمين or even on your own أو حتى بنفسك فقط يعني بس أنت you push the bobsleigh أنت تدفع الزلاجة الجماعية or bob هذا الإختصار مالتها يعني تقدر تقول bobsleigh or أو bob تقدر تقول bob أو تقدر تقول bob sleigh as fast as you can you can you can you can أسرع شي تقدر jump on and let اقفز يعني اطفر بيها and let gravity gravity هاي اخوان الجاذبية معناها يعني اطفر بيها اقفز بيها وخلي الجاذبية ودع الجاذبية carry you down the mountain يعني اقفز ودع الجاذبية تحملك أسفل الجبل من جهنا أنا نشوف ميش عدنا can you control the bobsleigh يعني تستطيع ان تسيطر على الزلاج الجماعية تقدر تسيطر عليها جاي سلك yes the driver can pull a wire يستطيع ان يسحب سلك هذا ال wire رح نسمي wire that helps the bobsleigh turn left or right يعني السائق يسحب سلك اللي هو يساعد الزلاج الجماعية حتى تميل يمنى أو يسرى is there a break هل هناك مكابح يعني بركات yes but teams نعم ولكن الفرق only use it يستخدمونها فقط after بعد they pass the finish line بعد ما يتخطون بعد ما يتجاوزون خط النهاية finish line يعني معناها خط النهاية اخوان اذا اجاك سؤال قال لك السائق يقدر يتحكم بيها يقدر يفره يمنو يسرى قل له اي يقدر هاي من ترجمناها يعني اي يقدر نجل هذا السؤال how fast can a bobsleigh travel ما هو سرعة السفر او سرعة التنقل في الزلاجة الجماعية او سرعة التنقل هاي it's very normal هي طبيعية جدا for a bobsleigh بالنسبة الى الزلاجة to travel للتنقل at 150 kilometers an hour يعني 150 كم بالساعة but the world record is an amazing ولكن الرقم القياسي العالمي مذهل هاي an amazing معناها مذهل 201 kilometers an hour 201 و 1 كلمتر بالساعة that's much faster هذا أسرع بكثير than a car driving along the motor way يعني هذا أسرع بكثير من سيارة تسير على طول الطريق السريع motor way طريق السريع يجيك سؤالي يقولك السيارة أسرع من bob slay يقوله لا يابش جاي السؤال في التقل غلط وإذا قل لك bob slay أسرع من السيارة بالطريق السريع يقول اي صح is it dangerous هل هي خطيرة the teams wear helmets الفريق يرتدون خوذ and are well protected ومحميين حماية جيدة they are also very well trained وهم أيضا مدربين جيدا and know what to do ويعلمون ماذا يفعلون if there is a problem إذا كانت هناك مشكلة but accidents ولكن الحوادث can still happen يمكن أن تحدث يعني الحوادث يمكن أن تحدث and crashes are common يعني الاستدامات شائعة هنا نجي what do each of the team جاي تعدون يو يو ليش ما جاي يقرأ سريع غير على ما تعيد وا نوع عيد الكلمة اللي يقول ها عيد ها أخوتي الله يخلي يقوم what do each of the team members do ماذا ماذا يفعل كل فرد من أعضاء الفريق in four person في أربع أشخاص teams في فريق مكون يعني القصد من أربع أشخاص one person يعني شخص واحد is the driver هو الساق and another والآخر controls the brakes يتحكم في المكابح بالبريكات the other two الأثنان الآخرون يعني الثنين الباقين push the bobsleigh يدفعون الزلاجة at the start at the start في البداية يعني بالبداية يدفعوها ذول الثنين they also هم أيضا make the bobsleigh يجعلون الزلاجة heavier أثقل ركز لبهاي إذا أجاك سؤال يقلك الزلاجة لازم تكون خفيفة قل لا ثقيلة ريدها لازم تكون ثقيلة حتى صير أسرع and this helps وهذا يساعد the bobsleigh الزلاجة الجماعية travel faster تتنقل أسرع يعني شنو يساعدها تتنقل أسرع الثقل مالتها مو يخلوها تصير ثقيلة هذا يساعدها بأن تتنقل أسرع لأن هي ينزدوها من الجبل من فوق من المرتفع وتنزل لجو يهدوها نجل هنا لهذا السؤال هل يمكنك close your eyes أن تغلق عينك يعني تقدر تصد عينك إنها ليس فكرة جيدة if you are if you're the driver إذا أنت السائق يعني إذا تشنت أنت السائق مو خوش فكرة but the other team members ولكن أعضاء الفريق الآخرون can close their eyes يمكنهم غلق عينهم يعني ذات السائق مو خوش فكرة بأن يسد عينك بس باقي أعضاء الفريق لا عاد يسدون عينهم مو مشكلة هنا هذا السؤال قال لنا هل تريد تجربة هذه الرياضة إذا تريد تجربها قل لها yes I do إذا ما تريد تجربها قل لها no I don't okay so thank you goodbye see ya